طائرة السلام مع إسرائيل تحط في أبو ظبيا القبطان من تل أبيب والراعي من واشنطن وكوشنير يريدها فرصة لفتح كوة مع الفلسطينيين أبلغني قرار السادة النواب في الاستشارات الملزمة تكليفي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ما كان ينجزه السياسيون اللبنانيون في أشهر أنجز بساعات ومصطفى أديب يصبح رئيس حكومة مكلفا بسحر ساحر لكن هل يكون أديب مثل دياب الأحرف نفسها بترتيب مختلف؟ وفرنسا تكشف عن رقم صادم ثمانية ألاف متطرف ذات طابع إرهابية تحت المراقبة الأخطر هم أحرار طلقاء وتتابعون معنا في العربية الليلة أيضا اتفاق جوبا ينهي 17 عاما من الصراع في السودان ويدخل المجموعات المسلحة شريكة في الحكومة والمجلس التشريعية وخبر صار أخيرا في صراعنا العالمي الشامل مع كورونا أدلة على أن مناعة المصابين بالفيروس تدوم قطعت هذه الطائرة الإسرائيلية تتابعة لشركة إلعال الإسرائيلية من طراز بوينغ 737 رحلة غير اعتيادية اليوم دشنت خلالها والمرة الأولى خط طيران جديد بين تل أبيب وأبو ظبي عقب الإعلان عن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في الثالث عشر من أغسطس الجاري وخطت أو خطت عبارة السلام أعلى نافذة قمرة القيادة بثلاث لغات العربية والعبرية والإنجليزية في رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات وعشرين دقيقة لكن هذا ليس كل شيء الرحلة السابقة من نوعها حملت وفدا مشتركا رفيع المستوى أمريكيا إسرائيليا على رأسه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إضافة إلى صهره جاريد كوشنر وهو صهره طبعا إضافة إلى مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين فيما يقود الفريق الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مئير بن شابات مباحثات المسؤولين تشمل التعاون الثنائي في مجالات مثل التجارة والسياحة ومن المقرر أن يزور مبعث الدفاع الإسرائيليون الإمارات في شكل منفصل ويأمل المسؤولون في أن تخرج الزيارة التي تستغرق يومين بموعد حفل توقيع في واشنطن ربما في وقت مبكر من سبتمبر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان موسيقى 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 ينضم إلينا من أبو ظبي دكتور علي النعيمي رئيس لجنة الداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أهلا بك معنا من أبو ظبي ينضم إلينا أيضا روس كريل رئيس الجالية اليهودية في الإمارات أهلا بك معنا كذلك أبدأ مع دكتور علي نعيمي استمعنا إليك تقول اليوم أن هذا الاتفاق ليس بالمفهوم التقليدي ونريد أن نفهم معنا ذلك بالإضافة إلى تعليقك على ما حصل اليوم أي مسار جديد يفتح بسم الله الرحمن الرحيم أنا الحقيقة لما أقصد اتفاق السلام غير تقليدي لأننا كان أمامنا تجربتين تجربة الاتفاق السلام المصري الإسرائيلي والذي نستطيع أن نفسره في النهاية تحول إلى اتفاقية عدم اعتداء وكذلك اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي نحن الآن نريد نتجاوز هذا نتجاوز بحيث أن نحن نتحول مع الإسرائيليين إلى فريق واحد فريق ينشر السلام في المنطقة كلها للشعوب كلها ومن ضمنهم الشعب الإسرائيلي نحن عندما نتحدث عن اتفاقية سلام نتحدث عن علاقات شاملة ونقصد بالسلام هنا سلام التعايش بمعنى أننا نفتح علاقات شاملة في كل المجالات ليش في الشق السياسي أو الشق الدفاعي والأمني وإنما في كل المجالات التي تبني مصالح مشتركة وتبني في نفس الوقت جسور من الثقة والاحترام والعمل المشترك مع الجانب الإسرائيلي تبقى معنا دكتور سدروس ماذا يعني هذا الكلام بالنسبة إليك أنا أتفاق بتعليقات الدكتور وهذا ليس بالسلام الذي أبرم مع الأردن وإسرائيل أو مصر وإسرائيل هذا السلام مختلف وأنا كل ثقة أننا في أبوظبي واللقاءة التي تمت في هذا المساء كان يعمها الدفء وهذا السلام سيكون فيه فرص كثيرة للتعاون والنمو وكذلك أمل بإحلال السلام لكل المنطقة لعلى الكثير من المشاهدين في العالم العربي يسألون يعني عن لقب رئيس الجالية اليهودية في الإمارات أستاذ روس ماذا يمكنك؟ كيف يمكنك أن تجيب؟ لقبي هو رئيس المجلس اليهودي وهو عبارة عن منظمة شكلت لتمثيل المجتمعات اليهودية في الإمارات وقد عشت هنا في الإمارات لثماني سنوات وأسسنا لمثل هذه الرابطة بين الجالية الموجودة هنا ونحن ندعو لكل الليل أن يكون اليهود هنا كأنهم في وطنهم لهم حق ممارسة دينهم والصلاة والعبادة وكان العام الماضي عام التسامح وقد رحب بنا هنا بين دول بين جوارنا وحلمنا أن نزدهر ونعيش في مثل هذه البيئة دكتور علي نعيمي إلى أي مدى باعتقادك يمكن أن نقول أنه بناء على هذا الكلام تم قطع شوط وانتهينا منه بما أنه كان بعد كل هذه العقود هذا موضوع شكل صدمة استقبلها البعض بإيجابية واستقبلها البعض بسلبية إلى أي مدى تم الانتهاء من هذه المرحلة باعتقادك وبالتالي يمكن البناء بدون تخوفات أو هواجس أو مصادر قلق على المرحلة المقبلة على هذا الصعيد يعني الإمارات عودتنا قيادتها أن تطلق مبادرات جادة فيها ولما تتبنى مبادرة تلتزم بها ولديها كل الاستعداد للتعامل مع التحديات التي قد تواجهها ودائما تقتنص فيها الفرص نحن كنا كجيل أنا وأنت كنا ضحية ضحية يعني منطقة تعيش أزمات تعيش تفرقة تعيش خطاب كراهية تعيش خطاب تطرف آن الأوان أننا نحن نترك هذا الماضي وأن لا نبقى أسرى لذلك الماضي اللي دائما الحقيقة مزقنا حطم قدراتنا حطم أعمال شبابنا وتطلعاتهم وزاد من الحدود التي تفصل والجدران التي تفصل بيننا وبين بعضنا البعض آن الأوان نفتح أفق جديد أفق قائم على جسور جديدة على قلاقات جديدة ونتبنى السلام لأننا أيضا من خلال قراءتنا للمشهد في كل مكان نجد أن بالسلام نستطيع أن نحقق ما لا يمكن أن نحقق بغير السلام وأمامنا فرصة الحقيقة والإمارات قيادتها شجاعة فضل سعود إليكم أعذرني على المقاطعة دكتور علي وإلى الأستاذ روس بعد قليل أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا خطوات متسارعة لتفعيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل المعلن قبل أكثر من أسبوعين برحلة جوية مباشرة تأتي من إسرائيل إلى أبوظبي تحمل وفدا أمريكيا إسرائيليا مشتركا لإقامة علاقات اعتيادية بحسب الجانبين اعتيادية بين أي دولتين أخرين بحسب الجانبين هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين عبر لقاء الوافد لممثلي الجهات الحكومية في الإمارات هذه اللقاءات ستناقش خططا مثل التأشيرات السياحية والأعمال والاتصال وروابط الشحن والتعاون الصحي والأمن المائي والغذائي والتبادل الثقافي والتعليمي ومن المقرر أيضا أن يتم بحث تأسيس السفارات بين البلدين وذلك عبر زيارات متبادلة على المستوى الوزري هذا هو المستقبل القريب الذي نتحدث عنه لكن وبحسب السفارة الإماراتية في واشنطن سيتم السعي لإطلاق أجندة استراتيجية للشرق الأوسط لتعميق التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني إلى جانب دول أخرى ملتزمة بالسلام في المنطقة نعود إلى ضيفينا دكتور علي هل لك أن تشرح أكثر لنا لو سمحت ماذا تعني هذه الأجندة الاستراتيجية التي تم الحديث عنها إضافة إلى العلاقات الثنائية البينية التي اتحدثنا عنها نحن الحقيقة نتطلع إلى أن السلام يكون في المنطقة بأسرها وأن منافع السلام وفوائد السلام تجنيها الشعوب المنطقة بأسرها ولذلك نحن نتطلع إلى أن بقية المنطقة تبدأ خطوات فاعلة وجادة من أجل أن تكون شريكة في هذه المبادرات ونحن لما نتكلم عن مبادرات السلام لا نتكلم عن شق دبلوماسي وملف سياسي إنما نتحدث عن علاقات شاملة في مختلف المجالات إلا من خلالها الحقيقة شعوب المنطقة وقادة المنطقة سيجدون أمامهم فرص نتيجة لتحدثهم مع بعضهم البعض وتواصلهم المباشر مع مختلف الأطراف أن ستنتج هناك مصالح مشتركة من خلالها سنتمكن كلنا من أن نبني مستقبل أفضل لكل شعوب المنطقة سأعود إليك أستاذ روس ما الذي يمكن أن تقوله لمشاهدين في هذا الإطار فيما يتعلق بالدعوة التي أطلقها الآن دكتور علي نعيمي فيما يتعلق بمثل هذه الاتفاقيات كيف يمكن أن تغير الواقع الذي عاشه العرب مع إسرائيل طيلة عقود من الزمن هناك شعور لدى شريحة من العالم العربي يقول بأن هناك تخوف من أن تكون إسرائيل هي التي تفوز في نهاية المطاف تعطي ما يعني تأخذ ما تشاء ولا تعطي ما يريده العرب بالتالي هذه علاقة الشراكة والإمارات هي دولة متقدمة جداً وكشخص عشت فيها فإن الإمارات لديها كثير من الإنجازات ومشاريع إنشائية ضخمة من كل أشكال وهناك مكتسبات كثيرة لكل الطرفين والإسرائيليين أيضاً لديهم كثير يتعلمونه من الإماراتيين ومن الإمارات بأكملها فما أنجز هنا على مدى السنوات القليلة هو أمر مذهل وبالتالي هذه علاقات ستشوبها علاقة تبادلية ولن تكون على حساب الطرفين دون آخر والمزايا ليست إقليمية بل عالمياً ستكون ضخمة من حيث نقل التكنولوجيا وجمع الخبرات والقدرات التكنولوجية وانتباعي هو أن من يريدون إقامة مشاريع هذه وأكد لهم أن هذه ترتيبات تبادلية لمصالح مشتركة تبقى معنا نشاهد وصول الرئيس الفرنسي إمانيويل ماكرون إلى منزل الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز كان رتب هذا اللقاء قبيل عند الإعلان أو عشية الإعلان تم الترتيب عن زيارة ماكرون الثانية الترتيب النهائي طبعاً لأنه كان أعلن من المرة الأولى عن أنه سيزور اللبنان المرة الثانية قبيل وصوله إلى لبنان طبعاً تم التسريع بشكل هائل بتسمية رئيس حكومة مكلف هو مصطفى أديب على أن يتم التشكيل لاحقاً السور تصلنا إذن من منزل الفنانة فيروز يصله إمانيويل ماكرون الرئيس الفرنسي كبعد رمزي للقاء رمز لبناني جامع قبل الالتقاء بكل السياسيين الذين ينوي لقاءهم طبعاً بعد استقبال الرئيس اللبناني ميشيل عون له في المطار يبدو أنه يتحدث إلى بعض من يتجمهر حول المنزل حالياً وقد نزع الكمامة عن وجهه فيما كل المساعدين معه يرتدون هذه الكمامات بانتظار لقاء فيروز طبعاً فنانة كبيرة والكل يبدو يلتزم بالإجراءات الوقائية كبيرة قامة وسناً هي ثمانينية وبالتالي يجب الالتزام بكل الإجراءات الوقائية عند الوصول إليها نشاهد في بعض الصور ابنتها وهي ترتب لهذا اللقاء وهي تدير الكثير من أعمالها في الواقع إضافة إلى ابنها زياد الذي تعاون معها فنياً كثيراً رغم المرور بمطباط عديدة إذن نستمع على الصوت الطبيعي من هناك مصطفى أديب تمي إلى ثورة 17 تشرين كما باتت تعرف هناك فيما الأحزاب السياسية في البرلمان اتفقت على تسميته نكتفي بهذا القدر أعذراني ضيفين الكريمين ولكن طلعتم معنا على بعض التفاصيل المتعلقة بلبنان ووصول رئيس الفرنسي إلى لبنان سيرت التوازنات الدولية والإقليمية والأحلاف دكتور علي إلى أي مدى تعتقد أن هذا التغيير الكبير الذي تقوده الإمارات سيقود إلى تغيير أيضا على صعيد الأحلاف والتوازنات الإقليمية في المنطقة كما عاهدناها على الأقل أولا إذا تسمح لي تعليق على سؤالك لصديقي روز أنت ذكرت السلام الحقيقي السلام الحقيقي الجميع فيه رابح ولا يوجد فيه خاسر إنما الصراعات والأزمات شاهدنا أن الجميع خاسر ولا يوجد فيها رابح جربنا الأزمات جربنا الصراعات فلنعطي فرصة للسلام ونكون صادقين في تبنيه وفي دعمه ونتعامل معاه بعقول وقلوب مفتوحة ثم بعد ذلك نحكم أما أن نكون أسرى للماضي بأزماته هنا المشكلة نحن نضحي بحاضرنا ونضحي بمستقبل أجيال المنطقة وشباب المنطقة بناء على أوهام ولهذا علينا أن نعطي للسلام الحقيقي فرصة ونكون صادقين في دعمه بالنسبة للتحالفات نحن رسالتنا في الإمارات نقول أن مشروع السلام اتفاقية السلام الإماراتية الإسرائيلية لست موجهة ضد أحد بل موجهة للجميع نداء سلام للجميع إيجاد منصة جديدة للجميع بس بشرط أن يكون الجميع يسعى للسلام الجميع يريد أن ينعم الجميع بالسلام سلام نابع من أن هذا السلام يجب أن يشترك فيه كل أحد ولا يقصى منه أحد ولهذا نحن لا نسعى من خلال هذا إلى تحالفات معينة لكن سنتحالف مع كل من يمد يدي للسلام وسنقض في وجه كل من يدعو إلى إقصاء أحد أو إلى الإرهاب أو التطرف أو يدعم الكراهية وتمزيق هذه المنطقة تمام بداء على ذلك أستاذ روس هل تعتقد بأن هذا سيواجه بقبول شيئا فشيئا أم بالمزيد من التصعيد وهذا ما شاهدناه ولو في حقب مختلفة ولكن حصل أنه عندما يحصل نوع من هذه الاتفاقيات يحصل مواجهة يحصل تصعيد من أطراف أخرى أمل أن لا يكون هذا هو الوضع وأمل أن هذا محفز الجميع للتحدث والتواصل والتفاوض والاجتماع وأن يروا أن هناك مزايا وفوائد من ذلك عوضاً عن اللجوء إلى التطرف والعنف أود أن أقول كيهودي عشتوا هنا لدينا كثير ما يربطنا وأشياء مشتركة لابد أن ندرك إنسانيتنا المشتركة كيهودي ومسيحيين ومسلمين وعندما يحدث ذلك من الأسهل علينا أن نتوصل إلى حلول حلول مشتركة نحترم فيها كرامة الجميع وكيهودي عشاء لثماني سنوات في دولة مسلمة أدرك مدى أهمية احترام الثقافة والقيم الإسلامية والقرآن هذه قيم مهمة تجعلني أدرك الإنسانية المشتركة بيننا وهذا الاتفاق بين إسرائيل والإمارات يعطينا تلك الفرصة لإكتشاف بعضنا بعضاً والتعرف على بعضنا بعضاً وكما أشار دكتور علي هذه الفرصة نأمل أن تجلب السلام والاعتدال أستاذ روسكري للرئيس الجالية اليهودية في الإمارات من أبوظبي شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة معنا الليلة في العربية دكتور علي النعيمي رئيس تحرير بوابة العين الإلكترونية من أبوظبي أهلاً بك دائماً في العربية الليلة وطبعاً رئيس لجنة الدفاع والخارجية في المجلس الاتحاد الوطني تحياتي إليكم الحديث عن السلام بين العرب وإسرائيل بدأت إرهاصاته منذ عام 1978 حينما التقى الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع رئيس وزراء إسرائيل أنا ذاك ناحيم بيغن في منتجع كامت ديفيد الأمريكي برعاية رئيس جيمي كارتر هي محادثات نتج عنها الاتفاق على الوصول لمعاهدة سلام هذه المعاهدة تم توقيعها بعد عام في 1979 في البيت الأبيض وأقر تطبيع العلاقات بين البلدين وتبادل السفرات في عام 1993 تم توقيع اتفاقية عربية إسرائيلية هذه المرة مع منظمة التحرير الفلسطينية هي اتفاقية أوسلو التي كانت بداية لحل الأزمة الفلسطينية إلا أنها تعثرت لاحقا في عام 1994 وقعت اتفاقية أخرى مع الأردن هي اتفاقية وادي عربة التي رسمت الحدود بين البلدين وأعادت للأردن بلدتي الباكورة والغمر وتم تطبيع العلاقات بموجبها سوريا التي لا يزال جزء من أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي الجولان طبعا أجرت مفاوضات طويلة مع إسرائيل بداية من عام 1999 هذه الثنائية بغير ما حصل في مدريد كان سينتج عنها اتفاق بإعادة الجولان مقابل السلام إلا أن الأمر تعطل أكثر من مرة آخر المفاوضات الكبرى العربية الإسرائيلية كانت في أنابوليس عام 2007 بين إسرائيل وفلسطين حيث تم إقرار بدء مفاوضات الحل النهائي لكن الأمور ساءت لاحقا وسارت إلى تعقيد أكثر بعد ذلك نحن باقونا معكم لنتابع أيضا جو بايدن الرجل الذي ظنه كثيرون انتهى سياسيا يوم خرج باراك أوباما من البيت الأبيض لم ينتهي هو يواجه بشراسة للوصول إلى البيت الأبيض لكن هذا السباق يبدو ملطخا بالعنف أكثر من أي وقت مضى قبل مئة عام ولد لبنان الكبير أعلنته فرنسا من على شرفة قصر السنوبر قصر فرنسا في بيروت كان هناك المفاوض السامي الفرنسي أونري جوروب وعن يمينه البطريارك الماروني ليسلح ويك البطريارك الذي ينسب إليه شكل لبنان الحالي طبعا عن يساره مفتي المسلمين السنة مصطفى نجا وهكذا ولد لبنان بلد المسيحيين والمسلمين معا بعد مئة عام وعلى وقع انفجار قد يكون أكبر انفجار غير نووي في منطقة سكانية تعود فرنسا بشخص رئيسها للاحتفال بمئوية البلد الذي أعلنته لكنها تأتي إلى بلد مريض مرهق منقسم ومحكومة من دولة داخل الدولة وهي حزب الله لدرجة أن وزير خارجية فرنسا نفسها قال إن لبنان معرض للزوال مكرون يزور لبنان ويختار أن يبدأ زيارته بلقاء رمزي ليس مع أي من القادة بل بالفنانة اللبنانية الأشهر الأخيرة بين كبار العرب فيروز التي عرفت باتصالها الشهير في إحدى مسرحياتها بقرية كحلون واليوم تلتقي مع مكرون لماذا فيروز؟ ربما لأنها من آخر رمز لبنان الجامعة ومن آخر رمز لبنان الباقية فالطبقة السياسية مرفوضة من قسم كبير من الشارع هل هي خطوة شعبوية كما انتقدها البعض أم لفتة للتذكير بلبنان كما كان في أغاني فيروز الأكيد أن فنجان القهوة بين فيروز وماكرون سيدخل تاريخ اللبنانيين في الأثناء اختراق سياسي فقد أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب أنه سيعمل على اختيار حكومة اختصاصيين مضيفا خلال كلمته من قصر بعبدة أنه لا وقت الآن إلا للعمل في ظل ظروف العصيبة التي يمر بها لبنان تشرفت بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وأبلغني قرار السادة النواب في الاستقاة الملزمة تكليفي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة فشكرته وشكرت السادة النواب على صيقتهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا لا سيما بعد التفجير المدمر في المرفأ وسقوط شهداء وجرحى ومفقودين لا وقت للكلام والوعود والتمنيات الوقت للعمل بكل قوة بتعاون الجميع من أجل تعافي وطننا واستعادة شعبنا الأمل بغضٍ أفضل لأن القلق كبير لدى جميع اللبنانيين على الحاضر والمستقبل وبإذن الله سنوفق في هذه المهمة لاختيار فريقٍ عملٍ وزاريٍ متجانس من أصحاب الكفاءة والاختصاص وننطبق سريعاً بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم في إجراء الإصلاحات الأساسية وبسرعة ومعنا من بيروت موفد العربية إلى هناك حسين قنيبر أهلاً بك معنا حسين الكلمة لك ما آخر المعلومات عن زيارة ماكرون منذ وصوله إلى لقاء الحاصل الآن مع فيروز نعم في الواقع طاهر أولاً أنا هنا موجود أمام قصر السنوبر وهو مقر إقامة سفير فرنسا في لبنان التعزيزات الأمنية مرت من أمامنا قبل قليل وطبعاً فور انتهاء لقائه بالمطربة الكبيرة سيدة فيروز سينتقل ماكرون إلى هنا إلى قصر السنوبر حيث يستقبل عند الحديثة عشرة ليلاً بالتوقيت المحلي رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري منذ من مشاوراته مع قوى سياسية لبنانية مختلفة سيواصلها يوم غد اسمح لي ولو لمرة أن أتحدث عن رمزية الزيارة لفيروز أكثر من حديثي عن الجانب السياسي الطاهر أعتقد يوافقك بذلك اللبنانيون كذلك تفضل نعم قل ما نشر الكلام الذي سأقوله الآن بحرفيته نقلاً عن مصدر رئاسي فرنسي متحدثاً عن هدف زيارة ماكرون لفيروز قال هذا المصدر الرئاسي الفرنسي يوم الجمعة حرفياً أن الرئيس سيزور شخصية لبنانية كبيرة هذه الخطوة هي خطوة شخصية جداً من جانب الرئيس خطوة تعبر عن التعاطف والإعجاب تعرفون أن فيروز تمثل كثيراً في لبنان والعالم العربي هذه السيدة تجسد وحدها تاريخاً بالنسبة للفرنسيين ولكل الذين يتذكرون عندما كانت تزور باريس في أوقات صعبة وتغني في الألمبيا وبرسي للبنان هذا ما قاله المصدر الرئاسي الفرنسي حرفياً مشيراً بالتحديد إلى غنية غنتها فيروز لباريس في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية مطلعها باريس يا زهرة الحرية يذهب التاريخ يا باريس وفي هذه الأغنية تقول شو بقل لأهلك عن وطن الجريح عن وطن اللي امتوج بالخطر وبالريح بيقولوا ماتوا ما بيموت وبيرجع من حجاروا يعلي بيوت وتتعمر صور وصيدة وبيروت اسمح لي بذكر حرفية هذه الأغنية التي أثارت الكثير من التعاطف مع لبنان حينها وكرر المصدر الرئاسي الفرنسي حديثه تحديداً عن هذه الأغنيات التي غنتها فيروز في تلك الفترة ما سيقوم به الرئيس ماكرون غداً برنامجه سيكون حافلاً منذ الصباح سيتوجه إلى غابة أرز جاج قرب جبيل حيث سيزرع أرزة في هذا المكان محاطاً بتلامذ اللبنانيين كتعبير رمزي عن دعمه للقطاع التربوي اللبناني بعد ذلك يتوجه إلى مرفأ بيروت للإشراف على ما يقوم به الفرنسيون واللبنانيون الفرق الفرنسية واللبنانية لإعادة إعمار المرفأ بعدها سيتوجه طبعاً سيلتقي هناك في منطقة مرفأ بيروت بوكالات الأمم المتحدة وبالناشطين الذين يقومون بمساعدة الفرق اللبنانية والفرنسية يتوجه بعدها إلى قصر بعبدة للقاء الرئيس عون ويبدأ بعد ذلك غداء عمل تحضره أيضاً شخصيات سياسية من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ذلك يعود الرئيس مكرون إلى هنا إلى مقر إقامة سفير فرنسا في بيروت إلى قصر الصناوبر ويلتقي شخصيات من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وشخصيات سياسية ويزوره هنا البطريارك الماروني بشار الراعي قال المصدر الرئاسي الفرنسي متحدثاً عن هذه الزيارة للراعي إلى قصر الصناوبر تحديداً قال إن البطريارك عادة وتقليدياً يزار ولا يزور لكنه سيقوم باستثناء ويزور قصر الصناوبر من نظر إلى أن برنامج الرئيس مكثف وحافل وبعض ظهر يتوجه مكرون بعد ظهر غد إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي قبل أن يعقد مؤتمراً صحفياً عند السابعة والنصف مساء غداً بالتوقيت المحلي طاهر تفضل قوانتك حسين قني بيرك شكراً جزيلاً لك موفد العربية إلى بيروت تحياتي ونتوقف مع هذه الكلمة التي ألقها وزير الخارجية الإماراتية شيخ عبدالله بن زايد الانهيان نيابة عن ولي عهد أبوظبيا شيخ محمد بن زايد الانهيان في لقاء نظمته الجالية الفلسطينية لمناسبة تأسيس نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني السلام عليكم سعدني أن أتحدث إليكم عن بعد وأن أثمن دور الجالية الفلسطينية الإيجابي في نهضة هذا البلد بكل فخر ومتابرة نرى قصص نجاح كبيرة بإخواننا من الفلسطينيين تضاف إلى قصص النجاح العديدة التي تحققت على أرض الإمارات خلال العقود الماضية وساهمت في النمو والتطور الذي ارتقت إليه بلادنا أحيي مبادرتكم اليوم في تأسيس نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني وهي خطوة هامة تعكس الروابط الأخوية التي تربط بين أدينا وتساهم في توطيد التواصل وترسيخ العلاقة الأخوية بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني اليوم والإمارات تتخذ قرارها السيادي من أجل السلام والمستقبل وأكد لكم أنكم في بلدكم الثاني بين أهلكم كما أكد على أن هذه العلاقة ثابتة وراسخة ولن تتغير الأخوة العزاء موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وسنستمر في دعم القضية الفلسطينية على خطى الدعم التاريخي الذي قدمت هذه المرات وهو موقف نابع من قناعة متجدرة ولا تغير أي اعتمارات كما أود أن أطمن جميع الحاضرين بأن دولة الإمارات ترى أن خيار السلام استراتيجي وضروري للمنطقة وأن هذا الخيار لن يكون على حساب دعمنا التاريخي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والطلاق في المرحلة المقبلة إلى استمرار العطاء الإيجابي للجارية الفلسطينية الكريمة وابنائها وستكون دولة الإمارات كما كانت دائما الحاضنة الأمينة لكم وليسركم إذن السلام خيار استراتيجي لكن ليس على حساب قضية فلسطين يقول ولي عهد أبوظبي متمسكون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وأنتم في بلدكم الثاني مخاطباً للجالية الفلسطينية في الإمارات واتخذنا هذا القرار السيادي لصالح السلام كانت هذه كلمة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الانهيان للجالية الفلسطينية ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان نتابع ما لدينا في العربية الليلة كورونا والأزمة الاقتصادية أزاحتا قليلاً الانتباه عن مشكلة الإرهاب لكن الواقع أن المشكلة لم تنتهي هذه فرنسا مثالاً وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا أعلن عن رقم صادم اليوم هناك ثمانية ألاف شخص مصنف على قوائم المراقبة ممن يعتنقون تطرفاً ذات طابع إرهابي الوزير أكد أن الخطر الإرهابي يبقى مرتفعاً جداً ويأتي ذلك قبل يومين فقط من بدء محاكبة مرتكبي الهجوم الإرهابي على صحيفة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة في يناير 2015 لكن هناك تفصيل لكل هذه المعلومات الخطر الإرهابي الخارجي من بقايا داعش تراجع لكن لم ينتهي في المقابل الخطر الحقيقي من الإرهاب الذي يخطط له في الداخل ومن هناك خطر ثمانية ألاف متطرف ذات الطبع الإرهابي طبعاً هؤلاء أحرار طليقون كيف تنمو هذه الظاهرة إذن السلطات تتحدث عن التأثير الكبير التأثير الكبير لدعاة التطرف وللعائدين من مناطق القتال تشير أيضاً إلى دور متصاعد للنساء وطبعاً مواجهة التطرف تنمو وتتوسع داخل صفوف المسلمين والصور التي استخدمناها هي بغالبيتها لمسلمين عاديين في فرنسا ومنها من مظاهرات تنبذ العنف والتطرف والإرهاب معنا من باريس دكتور خلدون النبواني وهو الأستاذ المحاضر في جامعة سوربون أهلاً بك معنا دكتور في العربية الليلة ثمانية آلاف من يعني اللي عليهم شبهة إرهاب ولكن هم أحرار طلقاء حجم الخطر وإلى أي مدى يجب إحداث تغيير حقيقي في طريقة التعاطي مع هؤلاء كي لا يحصل ما لا يحمد عقباه لاحقاً مساء الخير عزيزي طاهر نعم هو العدد أكثر قليلاً ثمانية آلاف ومئة واثنان وثلاثون شخصاً يعني تحت المراقبة كما أعلى وزير الداخلية الحالية وهناك حقيقة مشكلة في الملف الأمني يعاني منها ماكرون بشكل أساسي وربما تكون هي كعب أخيل أو نقطة الضعف في حكومة ماكرون منذ أن تأسست إلى الآن هذا وزير الداخلية الثاني الذي يأتي أيضاً يريد أن يبرز شيئاً من الحزم بعد أن يعني تكشف الملف الأمني عن مجموعة من المشاكل في حكومة ماكرون وقد اعتبره أنه قد يكون نقطة الضعف الأساسية هذه النقطة أيضاً تحتاج إلى معالجة لأن اليمين الفرنسي اليمين السياسي الفرنسي بدأ بالتحرك وجد هذا الشق يعني هذه الثغرة في حكومة ماكرون وهو بدأ يحضر نفسه إلى حكومة الانتخابات 2022 وبالتالي بدأ يوسع هذا الصدع قليلاً قليلاً ليثبت نفسه وبالتالي ماكرون الآن ما بين كورونا وما بين الملف الأمني بحاجة حقيقة إلى تأكيد هذا الموضوع بخاصة أن هناك الآن ملف العنف الاجتماعي في فرنسا مفتوح بقوة تحت قيادة أو يدفعه اليمين الفرنسي وبالتالي الملف الأمني يحتاج الآن إلى إصلاح حقيقي وآلية حقيقية ما هي آليات إصلاحها؟ وما الذي يؤخر ذلك؟ يعني آليات إصلاحي هي أن مثل دائماً التشدد الأمني يقلل من الحريات يعني هناك علاقة عكسية حينما تريد أن توطد الأمن أكثر عليك أن تقلل الحريات سيكون إمكانية المراقبة أكثر سيكون إمكانية التضييخ أكثر التفتيش أكثر المتابعة أكثر وبالتالي كل ذلك يعني تاريخياً وثقافياً وفكرياً غير مقبول في الثقافة الفرنسية هم لا يحبون يعني المراقبة الكبيرة ولكن بنفس الوقت هم يخشون من هذا الموضوع كان ماكرون على سبيل المثال في عنتداءات شارلي إبدو التي كانت في 2015 والتي ستجري محاكمة مرتكبيها بعد يومين كان قد أبدأ شيئاً من المرونة هذه المرونة تقتضيها أيضاً الديمقراطية الفرنسية ولكنه يلام على هذا وبالتالي يعني عليه أن يختار بشكل أو بآخر ما بين أفضل الأمرين أو الشرين وبالتالي هو مشكلة الآن ولكن هناك مشاكل يمكن معالجتها إلى حد ما وهذا ما فعلته فرنسا كان وزير الداخلية قد أكد أنه ابتداء من عام 2013 إلى الآن كان هناك 62 محاولة إرهابية تخريبية قد تم تعطيلها بفضل قوات الأمن وبفضل الاستخبارات الفرنسية التي تعمل بصمت كما أكد وزير الداخلية ولكن أيضاً هناك عملية يعني يحصل الكثير من التطرف في السجون في السجون كان هناك مشكلة أن الكثير من المتطرفين ينشؤون في السجون الكثير من الأشخاص المذكورين الآن إذا كان عددهم 8132 شخصاً يعني نسميهم في شيء أس يعني هم المشتبه بهم وليسوا دائماً من الإرهابيين الإسلاميين ولكن معظمهم ولكن هؤلاء منهم من قام بتفجيرات سوى أنشار لإبدو وغيرها وبالتالي هم طالقي اليد ويشكلون خطرة على النظام الفرنسي هناك أصوات الآن مرتفعة جداً تلوم الحكومة تدينها أن النظام الأمني الفرنسي هو يعني غير صالح لقيادة هذه المرحلة وبالتالي على ماكرون أن يتصرف بسرعة وهو ما سنتابعه بالنقاش معكم التي كانت تحتاج إلى إجراءات لاحقاً بدفع من ضغوط اليمين أو من الاضطرار بسبب الأوضاع الأمنية شكراً جزيلاً لك دكتور خلدون النبواني الأستاذ المحاضر في جامعة السوربون تحياتي إليك نحن باقونا معكم لنتابع أيضاً الأوركسترة الكلاسيكية إحدى أجمل أشكال الفنون هي أيضاً تتغير في زمن كورونا من الولايات المتحدة تأتي أخبار صار نادرة حول فيروس كورونا أخبار لو صحت ستكون بمثابة أمل لعالم قادر على التأقلم مع الوباء الجهاز المناعي للإنسان قادر على تذكر فيروس كورونا وأن يولد استجابة مناعية قوية حتى عند هؤلاء الذين ظهرت عليهم أعراض بسيطة بعد إصابتهم بالفيروس الدراسة التي شارك فيها أطباء من جامعتي أريزونا وواشنطن تؤكد أن الأجسام المضادة عند المصابين السابقين استطاعت أن تميز الفيروس حتى بعد أشهر من شفائهم لم يتمكن الباحثون من معرفة طول الفترة الزمنية التي سيستطيع فيها الجسم تمييز كورونا بعد الشفاء لكن أكدوا أن خلايا الإنسان تقوم بدورها حتى الآن بشكل فعال وستتمكن من مهاجمة الفيروس أسرع إذا أصيب الإنسان به مجددا ويقول الباحثون أن النتائج تعد مطمئنة وتنفي التكاهنات بأن كورونا يسبب أمراضا مناعية ويجعل الناس معرضين لخطر الإصابة بأمراض أخرى ورغم أن الأجسام المضادة عادة ما تموت بعد أن ينتهي الخطر في جسم الإنسان إلا أن الجسم كون خلايا معدلة تستطيع إنتاج أجسام مضادة لمكافحة الفيروس بشكل جماعي إذا ضرب الجسم بفيروس مجددا ترجمة نانسي قنقر وينضم إلينا من جدة دكتور نيزار بهبري اختصاصي الأمراض المعدية أهلا بك معنا دكتور والحمد الله على السلامة الله يصلي معكم أكيد المشاهدين كلهم حابين أنك بالسلامة بعدك حاطت يبدو معدات تساعدك على مرحلة التعافي الكامل نعم الحمد لله شوي تكسوجين لكن الحمد لله في تحسن إن شاء الله إن شاء الله دائما دكتور وبعدك حضرتك بفترة الحجر الصحي معلش استفيد شوي من وجودك معنا لنحكي عن وضعك لأنه كثير من المشاهدين الكرام كانوا قلقين ونحن طبعا كنا قلقين عليك وعلى صحتك شكرا الله خير لا الحمد لله أنا إن شاء الله في مرحلة التعافي الفيروس انتهى لكن كان يحصل مع بعض الأشخاص أجل من 2% من الأشخاص اللي تعرضوا للكورونا يحصل لهم التهاب مزمن يقلل من نسبة الأكسوجين لكن الحمد لله أنا في مسألة التعافي وكل بعد فترة يعني بسوي تماريني بحيث إن شاء الله أقدر أتخلص من الأكسوجين قريبا أقل من 2% من المصابين فقط التهاب مزمن يعني مزمن بده يكمل معك يعني ولا فيه فترة معقتة معقتة بس بس إنه يكون شديد لدرجة إنه يأخذ أسابيع وين تعالى الأكسوجين ما هو مجرد يعني أغلب المصابين الحمد لله 80% من المصابين يجي لهم أعراض خفيفة وتروح 20% يدخلوا المستشفى يجلسوا أسبوع وبعدين خلاص مع الأدوية ما أدحتاج أكسوجين ولا شيء إذا أمورها نصرت طيبة أغلب من 2% يدخلوا العناية المركزة يصير في عندهم يعني التهاب شديد في الرئة يخليهم ما زالوا يأخذوا أكسوجين لفترة إلا ما يحصل تعافي تام للرئة هالأخبار اللي كنا عم نذيعها قبل قليل بتطمنك كمصاب يعني في كورونا سابقا وبتصدق مئة بالمئة بها من خلال الدراسات الحقيقة يمكن يعني أظن أنه هذه بالنسبة للعالم الطبي ستكون من أسعد الأخبار طول ما إننا قدرنا نبين أنه في أجسام مبادة تعمل على مكافحة المرض لو تعرضت له مرة ثانية هذا شيء من أجمل الأخبار اللي ممكن الواحدة أن نسمع زي الخبر حق مريض هونغ كونغ اللي جالوا فيروس غير الفيروس اللي كانت صحية وبعدين ما جاتوا أعراض هذا يدبين أنه الجهاز المناعي كمان قدر ينتبه للفيروس اللي أصلا متحور وقاومه هذا لو طبياً تبقى تقول لي أقول لك هذا من أجمل الأخبار اللي ممكن الواحدة ليش من أجمل الأخبار؟ يعني إذا نصاب الواحد مرة تاني ولا لأنه بيقلنا أنه ممكن أنه نحنا نعتمد منعة القطيع زي ما تبغاها ما هي مسألة مناعة القطيع قد ما هي مسألة أنها تقول لك أنك إذا كانت إلى شهرين إذا استمرت إلى ستة شهور معناها هذا يقلل الانتقال بين الناس معناها إذا جاء مرة تانية ممكن ما تجي لك العراض تماماً في أمراض كثير فيروسية لما تصير عندك أجسام مضادة حتى لو قلت المناعة وما صارت واضحة لما تتعرض له مرة تانية تنمو الأجسام المضادة بحيث أنه ما تجي لك الأجابة الشديدة بالعكس هذه المناعة هذا السؤال وهذه الدراسات اللي إحنا كل المجتمع الطبي بالعكس يكون جداً فرح أنه يكسب الجسم المناعي ذاكرة طب هذي بتقول شي على موضوع البلازما الدم نقل بلازما الدم في العلاج مش بتتبته أكتر على أنه هو العلاج الأسلام والأصح هذا علاج والثاني وقاية زي كأنك قاعد تقول البلازما لما يجي الشخص المصاب أنت بتديره أجسام مضادة تحاول تكافح المرض لكن الخبر حق الأبحاث هذا زي كأنك تقول هذا لقاح رباني تمام تطعيم رباني أنت بتقول لي خبر جداً سعيد أنه والله ترى حتى اللي جاله فيروس متحور ما جاتوا أعراض دليل أن المناعة قدرت حتى تتفوق على واحد جاء من فرنسا واحد جاء طيب هذا يفرق معنا كثير الناس مثلاً دحين المصابة ما يصير أكثر أماناً لما نسافر يقول لك والله خلاص أنا جيد عندي أجسام مضادة هذه الدراسات والأجسام المضادة تمام هذا خبر من أجمل أكبر طيب كويس من خبراء الصحة إلى أن تقنية فحص كورونا الحالية عن طريق مسحة الأنف يشبها عيب كبير رغم قدرتها على تحديد الإصابة بالفيروس حيث تعتمد هذه التقنية على كشف عدوى الشخص أو سلامته فقط دون معرفة مقدار الفيروس ترجمة نانسي قنقر نعود إلى دكتور نزار باهبري هل توافق على أنه من المهم التحول إلى التركيز على الفحصات التي تبين مقدار الفيروس وليس فقط الإصابة من عدمها الحقيقة فيه شيء في الخبر كمان مهم الناس في المجتمع كله وفي المجتمع عامة ما هم قادرين يتخيلوا أن كمية الأبحاث اللي صارت للكورونا في الخمسة الشهور شيء مذهل لم يشهده العصر فبالتالي كثير من المعلومات تجي أحيانا متضاربة وبعدين بدأ المجتمع فقد الثقة في المجتمع الطبي يقول لك أشياء تقولونا هي وبعدين ترجعوا تقولونا ما هي كويسة صحيح أنا بس أبغى أكد لكل المشاهدين كمية الأبحاث اللي صايرة خيالية فبالتالي هذا شيء طبيعي لما تحصل زي كذا كل بعد فترة نسمع معلومة هذا اللي بيسير في العالم نظرا لأنها جائحة أثرت على كل العالم ما في أحد مننا كطبيب شاف كمية الأبحاث كمية المعلومات وكمية هذه اللي صارت في كورونا فعلشان كذا خلينا نقول للناس لا الPCR تحليل جيد إحنا نبغى نعرف إذا هو إيجابي أو لا حتتطور حتتطور التحليل أأكد لك زي أي شيء في الطب حيتطور وحيبدأ يصير فيه نسب وحيبدأ يقولون لك هذا عالي وهذا قليل وهذا يجب عزله وهذا ليس بالضرورة أن يعزل بالعكس بالعكس لو تسألني أنا أقول لك أنه المستقبل مشرق بس الناس بتستعجل الخلاصة واللي إحنا الآن واصلين له في الكورونا يعتبر من وجهة نظري الشخصية مذهل كمية الأبحاث هذا شيء طبيعي إننا كل باعت فترة تسمعوا حاجة لكن حتطور التحليل حتطور تحليل أجسام المضادة حتطور أشياء كثيرة إلى درجة بمحسير عندنا معلومات أنا متأكد التقنيات هذه حتى أكثر من موضوع كورونا هيو حجينا أشياء كثيرة بس ما نبغى نفقد الثقة في المجتمع الطبي نظرا لأنه هذا بس نبغى نقول إنه شيء طبيعي تسمع شيء وبعدين تبدأ تصير فيه تكنولوجيا أكثر فتبدأ تتغير المعلومات اللي كنا بنقولها أول هذا ما هو شيء غير طبيعي دكتور نيزار باهبري اختصاصي الأمراض المعدية من جدة شكرا جزيلا على وجودك معنا ونبارك لك بالسلامة نقلا عن كل المجاهدين ومنا أيضا تحياتي إليك شكرا لكم الله هذا قائد الأوركسترا المايسترو كما يسمى في لغة الموسيقى هذا هو الرجل الأساسي في عالم الموسيقى الكلاسيكية هو القائد الذي يجمع الأوركسترا ويديرها لكن في زمن كورونا الأوركسترا تعرضت لأزمة لم يسبق لها مثيل وهذه الأزمة ليست على وشك الانتهاء لذا على الأوركسترا أن تتأقلم أن تتنقل أن تنتقل إلى الأوركسترا تنتقل الآن في كل مدينة من مدن العالم المعروفة هناك أوركسترا واحدة على الأقل في زمن ما قبل كورونا الأوركسترا السيمفونية تضم مئة عازف أو أكثر والنتيجة ثم خفتت الأوركسترا تحت وطعة الجائحة فرغت المسارح واختفت المهرجانات لذا قررت الأوركسترا أن تتأقلم بدل مئة عازف ثلاثين عازفا أو أربعين بدل العازفين المتلاصقين مترين أو ثلاثة أمتار بين كل عازف وعازفة وبدل القاعات الممتلئة حفلات عبر الإنترنت أو أمام مسارح بثلث قدرتها الاستيعابية أو أقل المهم أن الموسيقى ستستمر ومع هذه الأنباء العاجلة التي تردنا من أبو ظبي بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي الاتفاق يوفر تفكيرا جديدا لمعالجة المشاكل ننهي هذه الساعة نلتقي على رأس الساعة طائرة السلام مع إسرائيل تحط في أبو ظبي القبطان من تل أبيب والراعي من واشنطن وكوشنر يريدها فرصة لفتح كوة مع الفلسطينيين موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقي تسامنا مع أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات ولي عهد أبو ظبي يؤكد التمسك بالدولة الفلسطينية وبعاصمتها القدس الشرقية إضافة إلى هذا العنوان الرئيس في العربية الليلة تتابعون معنا في ساعتها الثانية على وقع تلويح أوروبي جدي بالعقوبات على أنقرة كتاب يكشف خفايا التوسع التركي في ليبيا ترابلوس مجرد جزء من خارطة أحلام الغاز وماذا يتعلم العالم من صاحب أطول حكم بين رؤساء وزراء اليابان شينزو أبي يرحل لكن فلسفته الاقتصادية أبينوميكس باقيا العنف يلطخ الاستحقاق الرئاسي الأمريكي أكثر من انتخابات مضت وبايدن يتهم ترامب وترامب يختار القوة أهلا بكم مشاهدين الكرام إذن آخر ما ورد عن البيان الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي المشترك سنبدأ من الغد مناقشة آفاق التعاون الثنائي نحض الفلسطينيين على العودة للتفاوض الاتفاق أوقف خطة ضم الأراضي الفلسطينية الاتفاق فرصة تاريخية لإقامة علاقات طبيعية والاتفاق يوفر تفكيرا جديدا لمعالجة المشاكل هذا هو البيان المشترك إذن يقول أيضا إن السلام بين الإمارات وإسرائيل إن هذا السلام بين البلدين خطوة شجاعة آخر ما يرد عن البيان الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي المشترك إذن يضيف الحديث عن تعاون في الاستثمار والسياسة الخارجية والطيران المدني وآخر الأخبار العاجلة تقرأونها أسفل الشاشة إذن هو اليوم الذي تحول فيه السلام بين إسرائيل والإمارات إلى خطوة ملموسة طائرة تجارية أولى القطان إسرائيلي لكن الراعي أمريكي وقد تقدم الأمريكيون على متن الطائرة تقدم الأمريكيين مستشار البيت الأبيض جاريت كوشنر الذي قال إن السلام الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والإمارات كان مرغوبا فيه من قبل الشعبين كوشنر أعرب أيضا عن الأمل في فتح كوة في المفاوضات مع الفلسطينيين في الوقت الذي تم إقرار هذا السلام من قبل القاضة كان مرغوبا فيه من قبل الناس القلائل الذين انتقدوا هذا الاتفاق هم أصحاب سجل طويل من الفشل وحبس شعوبهم في اليأس والفقر هم مهتمون فقط بالبقاء في السلطة ولكن المنطقة بدأت تتخلص من قبضتهم الشرق الأوسط يضم الكثيرين من الأذكياء والمتسامحين والمستقبل لهم أدعو الجميع اليوم للاحتفال معنا بهذا السلام ومساعدتنا على مده إلى بقية العالم ونبقى في الموضوع ذاته حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية لأورخياط أن فرقا عدة جاءت للعمل على عدة ملفات وبين أن من بينها فريقا يعمل على العلاقات الدبلوماسية على أمل فتح سفارات قريبا بين البلدين وآخر يناقش القضايا الاقتصادية هناك فرق عدة الأول يعمل على العلاقات الدبلوماسية على أمل فتح سفارات قريبا الآخر يناقش المواضيع المالية وكيفية التنسيق بين اقتصاد البلدين وآخر يعمل على ابتكار أفكار جديدة إسرائيل والإمارات متقدمتان جدا في هذا المجال كلاهما من أكثر البلاد ابتكارا في المنطقة وفي العالم وفريق يناقش الصحة وفريق آخر يناقش المواضيع الثقافية وفريق يناقش الفضاء والعلم هناك العديد من المجالات التي يمكن نقاشها معا وأهمية صفقة السلام هذه لن تقتصر على الحكومات بل هي مهمة أيضا للشعبين والمنطقة بأكملها لأنها تجلب الاستقرار وستعمم السلام ينضم إلينا من القدس دكتور إيلون لائيل مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية سابقا أهلا بك دكتور في العربية الليلة ما تعليقكم على البيان الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي المشترك الذي صدر قبل قليل اسمحوا لي القول أن الموضوع يحرك المشاعر ونحن أنا شخصيا حلمت بالسلام والتقبيع بين إسرائيل والدول العربية هذا أمر مثير هناك كثير من الأمل ونرى كثر حولنا يخططون زياراتهم إلى الإمارات وهذه تجربة والدخول في مثل هذه العلاقة مع الدول العربية والدول الإسلامية كانت في السابق كانت تدعى السلام لكن الآن الأمور مختلفة وكثير من الأمور ستتحرك كسفارات وأعمال وسياحة وغير ذلك هل تعتقدون أن هذا مصار فعلا وفتح وسنشهد على دول غير الإمارات تتفق مع إسرائيل وتوقع قريبا أو أن ما حصل قد يؤدي إلى تصعيد في المنطقة يعرقل هكذا ما صار من الصعب أن نخمن فالأمريكيين يحاولون أن يبنوا توقعات عالية في المنطقة وكذلك الحكومة الإسرائيلية لديها توقعات وأمل ولكن بتحريك ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس كانت كثير من الدول كانت ستحدث حضوة الولايات المتحدة لكن الآن يبدو أن هذا يطبع ليس من السودان ولا غيرها لكننا نخمن الآن وعندما يحدث سيحدث الأمر ولكن حتى ذلك الحين لا نعرف ماذا سيحدث الإمارات وإسرائيل تعريبان عن امتنانهما للردود الدولية الإيجابية وفقا للبيان الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي الذي ترد الأخبار العاجلة بشأنه والذي يشدد على استغلال فرصة السلام والذي يتحدث عن البدء من الغد بمناقشة أفاق التعاون الثنائية دكتور إيلون هناك مسؤولون إماراتيون يتحدثون عن اتفاق بغير المعنى التقليدي له كما قال دكتور علي النعيم اليوم ماذا سيعني مناقشة كل أفاق التعاون الثنائي وكيف بالمفهوم من الزاوية الإسرائيلية سيكون ذلك غير تقليدي فلنظر أعتقد أنه على الأقل بالنسبة لإسرائيل فإن الجانب الاقتصادي جيد لكنه ليس ذو أهمية كبرى ولا أرى الاستثمارات الإماراتية الضخمة في إسرائيل الأمور تنطوع على كثير من الشؤون الأمنية لكن ما يمكن فعله في الإمارات قد يكون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والزراعة والطاقة وقد ينطوي على مواضيع أمنية لكن هنا السؤال المطروح هل ستحصل الإمارات على طيران الـ F-35 من الولايات المتحدة وأعتقد أن إسرائيل مؤقفت ذلك فإن التطبيع سيوقف من الجانب الإماراتي المسألة ستتوقف على الـ F-35 التي تسعى الولايات المتحدة لبيعها إلى الإمارات هذه هي المسألة الملحة مسؤولون أمريكيون كانوا أشاروا اليوم إلى إمكانية إيجاد حل لهذا الموضوع بما يرضي الطرفين لأنه موضوع عالق ولكن على صعيد الأخطار الاستراتيجية في المنطقة ما هي الأخطار الأبرز التي يمكن لأي اتفاقات ثنائية أو على أكثر من ثنائية لاحقا أن تواجهها أن تسعى إلى مواجهتها في المنطقة باعتقادكم بالنسبة لبيع هذه الطائرة المتقدمة جدا فإن خبراء الأمن كلهم في إسرائيل لا يريدون هذه الصفقة لأن تحدث فيقولون سيكون ذلك تهديدا لإسرائيل وقد كان لدينا خبرة سيئة مع تركيا وقد تم تطوير الطيران والترسان العسكرية في تركيا لكنها أصبحت الآن دولة معادية لإسرائيل والأمور تتغير في المنطقة كل ما أحرزناه مع تركيا اختفى الآن بسبب تغير العلاقات هذه الصفقة قد تكون شرطا من الجانب الإماراتي أمل أن لا يكون ذلك لكن إن تم وقف هذه البيع فإنني آمل أن يستمر تطبيع العلاقات تمام كنت سألتك عن الأخطار الاستراتيجية لو تختصر لنا باعتقادك الأهم الأخطار التي يمكن لأي اتفاقات أن تواجهها في المنطقة ما أقوله هو أن أهمية الصفقة مع الإمارات هي ليست من جانب ثنائي الجانب الثنائي جيد لكنه إن كان سينطلق إلى دول أخرى فهو سيغير واقع المنطقة وإن لم يفعل ذلك فقد يكون له إنعكاسات سلبية لأن العلاقات ليست مع لبنان وليس مع سوريا وليس مع الفلسطينيين ولا العراق ولا إيران لذلك أعتقد أن وقفت الإمارات بمفردها دون أن تنعكس هذه الاتفاقات على دول المنطقة فإننا لن نتمكن من معالجة قضية الفلسطينيين سنبقى عالقين التهديدات التي تفواجهها إسرائيل لن تزاح بسبب هذه الصفقة ما لم ينضم أو يتغير الواقع في المنطقة بأكملها عندها ستصبح إسرائيل تشعر بأنها أكثر أمنا من القدس دكتور إيلون ليل مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية سابقا شكرا على مشاركتك معنا اتفاق تاريخي وقع اليوم في عاصمة جنوب السودان جوبا بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية التي تضم أربع حركات مسلحة الاتفاق أنهى 17 عاما من الحرب الأهلية في السودان وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل من العام الماضي لكن من هي هذه الحركات المسلحة الأربعة أولى هذه الحركات هي حركة تحرير السودان جناح ميني أركو ميناوي تضم الحركة أفرادا ينتمون إلى قبائل أفريقية في إقليم دارفور هي الزغاوة والفور والمساليت ثاني هذه الحركات هي حركة العدل والمساواة التي أسسها خليل إبراهيم عام 2001 وتقول الحركة إن محركها كان تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا وتضم عددا من أبناء قبيلة الزغاوة الأفريقية في ديسمبر 2011 قتل زعيمها خليل إبراهيم في غارة للجيش السوداني واختارت الحركة عام 2012 شقيقه جبريل إبراهيم ليقودها نتابع مع ثالث هذه الحركات وهي المجلس الثوري الانتقالي الذي تشكل عام 2012 وضم مجموعة من المنشقين عن حركات دارفور الرئيس الثلاث السابقة ويرأسه لهادي إدريس وتنشط في منطقتين جنوب كردوفان والنيل الأزرق آخر هذه الحركات الأربعة هي الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح مالك عقار وتقاتل الحركة في منطقتين جنوب كردوفان والنيل الأزرق بقي خارج الاتفاق حركتان كبيرتان واحدة في دارفور وهي حركة جيش تحرير السودان جنة حبد الواحد نور والتي لم تدخل مع الحكومة في مفاوضات أما الثانية فهي الحركة الشعبية لتحرير السودان جنة حبد العزيز الحلو التي تقاتل في جنوب كردوفان والنيل الأزرق والتي علقت التفاوض مع الحكومة لاعتراضها على رئيس الوفد الحكومي محمد حمدان ديقلو حمدتي والذي يرأس قوات الدعم السريع في السودان السيادة السودانية نحن سعيدين جدا بأهزية الأخدار الأخدار جميلة إذن المزيد من الأخبار العاجلة في موضوع متعلق بحماس وإسرائيل تتوصلان لتفاهم جديد برعاية قطر تفاهم حماس وإسرائيل شمل زيادة المنحة القطرية لـ 35 مليون دولار والزيادة في المنحة القطرية هذه ستذهب لرواتب موظفي حركة حماس حماس تعهدت بضبط الحدود ومنع إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل مقابل هذه المنحة القطرية مقابل استمرارها وزيادتها لتذهب لرواتب موظفي حماس بقيمة 35 مليون دولار بعد التفاهم الجديد الذي توصل إليه الطرفان حماس وإسرائيل برعاية قطر نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفصل جو بايدن الرجل الذي ظنه كثيرون انتهى سياسيا يوم خرج أوباما من البيت الأبيض لم ينتهي هو يواجه بشراسة للوصول إلى البيت الأبيض مجددا رئيسا لكن هذا السباق يبدو ملطخا بالعنف أكثر من أي وقت مضى في المنتصف ما بين تركيا واليونان تقع قبرص الجزيرة المقسمة إلى الشطرين منذ عام 1974 شطر يوناني وآخر تركي في الشمال تقع الجمهورية التي لا يعترف بها أحد إلا تركيا باسم جمهورية شمال قبرص التركية وفي الجنوب تقع الدولة التي تحظى باعتراف دولي السبب هو محاولة من القبارس اليونانيين لضم الجزيرة إلى اليونان فتدخلت تركيا تحت شعار حماية القبارس الأتراك أنذاك ومؤخرا يشتعل الصراع على الجزيرة بعد اكتشافات الغاز الضخمة فتنقب تركيا في المياه التي تقول إنها تتبع لجمهورية شمال قبرص لكنها مياه قبرصية في عرف المجتمع الدولي الذي يعترف بقبرص واحدة الجنوبية ووجود قبرص الجزيرة أمام تركيا يجعل لها امتيازات كبيرة في الحقوق الاقتصادية أكبر من تركيا التي ترى أنه لا يحق لجزيرة أن يكون لها منطقة اقتصادية ضخمة تجتزئ مما تظنه حقها تقف اليونان مع قبرص في معسكر واحد في مواجهة تركيا منذ 46 عاما وحتى اليوم عصى العقوبات أو جزرة الحوار خياران لا ثالث لهما يضعهما الاتحاد الأوروبي أمام تركيا لإيقاف تصعيدها شرق المتوسط جاء ذلك على لسان المفوضية الأوروبية التي دعت أنقرة إلى الحوار مهددة بأنه إذا لم يؤتي الحوار ثماره فإن الاتحاد الأوروبي تحرك بالفعل نحو العقوبات نحن ندرج عقوبات على شخصيات تركية ويمكننا المرور إلى قائمة تجميد الأصول والسفن وهذا يعني كل ما يتعلق بالعمل في هذه الأنواع من الأنشطة وحذر استخدام التقنيات الأوروبية لائحة عقوبات أوروبية جاهزة ضد تركيا في إشارة إلى أن الموقف الأوروبي بدأ يميل لصالح الوقوف مع اليونان وقبرص لمواجهة أنقرة هذا التحرك بدأته إيطاليا وفرنسا عندما انضمتا للمناورات العسكرية الشرق المتوسط وانتهى بموقف متغير لألمانيا التي تقود وساطة الحوار بين أثنى وأنقرة لن نقبل بزعزعة الاستقرار في المتوسط هناك فرصة للتوصل إلى حل لهذه الأزمة قبل حلول الرابع والعشرين من شهر سبتمبر وهو الموعد المقرر لبحث القمة الأوروبية فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسط تصريحات أردغان التهديدية هي التي أفشلت وساطة برلين ومن قبلها مدريد وهو مستمر بلغة التصعيد ضد اليونان وفرنسا هل يقبل الشعب اليوناني بما سيحدث لهم بسبب حكامهم الطموحين وغير الأكفاء؟ هل يدرك الفرنسيون الثمن الذي سوف يدفعونه بسبب حكامهم الطموحين وغير الأكفاء؟ تصريحات أردغان لا تعكس رغبة غالبية الشعب التركي بالتصعيد والتلويح بالحرب هذا ما أكده مسح أجرته شركة استطلاعات الرأي ميتروبول جاءت نتيجته أن غالبية الأتراك يريدون حلاً دبلوماسياً للنزاع الشرق المتوسط مع اليونان فيما ذهب البعض وأغلبهم من حزب العدالة والتنمية وشريكه في الحكم حزب دولة بحجلي إلى ضرورة استخدام القوة ضد أثناء هذا الاستطلاع كشف جانباً آخر من رفض الأتراك لسياسات أردغان وهو الجانب الذي أكدت عليه المعارضة التركية التي رأت أن سياسة أردغان الخارجية ساهمت بزيادة عدد الخصوم وتراجع عدد الأصدقاء تطورات عديدة في بيانات مختلفة صادرة الليلة الموضوع سودان الذي تحدثنا عنه قبل قليل الإمارات تجدد دعمها لما يسهم في تعزيز أمن واستقرار السودان وتقول أن اتفاق سلام سوداني خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشأن الليبي هناك تطور هام لقاء مرتقب غداً بين السراج وبشاغة والمصادر العربية تتحدث عن أن بشاغة سيعود لعمله متعهداً بعدم تجاوز السراج إضافة إلى تفاصيل جديدة في موضوع التفاهم الإسرائيلي مع حماس عبر قطر من بروكسل كورت دوبوف الخبير في شؤون الأوروبية أهلاً بك معنا في العربية الليلة أريد أن أتوقف معك بالسؤال عن تنقيب التركي في شرق المتوسط واستمرار هذا الخلاف هل تعتقد أن نحن نذهبون إلى المزيد من التصعيد بشأنه أو إلى إمكانية عودة الوساطة الألمانية إلى النجاح نأمل أن تنجح فوزير خارجية التركي اليوناني كان التركي كان في أثينا مؤقراً ومستشارة الألمانية أنجلا ميركل كان لها جهود حديثة في هذا المجال وسايد بويلد وزير خارجية للإتحاد الأوروبي قال أننا نقف وراء اليونان وقبرص لكننا بحاجة للحوار من أجل التوصل إلى الحل فهناك مجال للحل بقيادة ألمانية وقد يكون هو الطريق الوحيد ونأمل أن يفضي إلى النتيجة المناسبة على أي أساس هناك هذا لا أريد أن أسميه الانقسام ولكن الاختلاف بين وجهتين نظر الفرنسية والألمانية وهما عماداء الاتحاد الأوروبي فرنسا تتشدد إلى هذا الحد وألمانيا تقود الوساطة طبعاً يعني لعلاقاتها مع تركيا المعروفة ولكن هذا ما أثر على القرار الموحد في داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الأطماع التركية في شرق المتوسط بالتأكيد هناك انقسام ولماذا ذلك؟ إذن المسألة ليست متعلقة بشرقي المتوسط بحد ذاته بل المشكلة الحقيقية هي ليبيا وليبيا وتركيا وفرنسا على أطراف مختلفة من السراء حفتر والسراج والتركيا ذهبت إلى ليبيا بقوات وبسبب ذلك تخسر فرنسا وحفتر وبالتالي المسألة التركية مع اليونان أعتقد أن الغضب الفرنسي بسبب ليبيا وليس بسبب ما يحدث في المتوسط إيطاليا أيضا متوردة في الصراع الليبي بدعم سراج لكن ألمانيا تحاول التواصل إلى حلول في ليبيا وكذلك التواصل إلى حلول بشأن شرقي المتوسط وبالتالي الاتحاد الأوروبي بحد ذاته وضعه ليس جيد لأنه بالتأكيد هناك انقسام إلى أي مدى أوروبا تتعاطى مع الملف بنفس الطريقة أو الزاوية التي ترى فيها تركيا الأمور الرئيس أردوغان كان يتحدث عن هؤلاء اليونانيين الذين كانوا يريدون أن يغزوا أراضينا وقد سحقناهم آنذاك بهذا المعنى الآن يريدون أن يحرمون من حقوقنا كما يعتبر في شرق المتوسط بالتنقيب عن الغاز إذن لديه وجهة نظر تاريخية يعتمد عليها وأمجات تاريخية يرتكز إليها إلى أي مدى يعني أوروبا تنظر إلى الموضوع من زاويته الآنية والمستقبلية فقط أم أنه لها بعد تاريخي أيضا تتعامل من خلاله مع هذا الموضوع لا لست متأكد أنهم يتعاملون مع المسألة بنتاحة تاريخية وليس ببالهم حتى حقبة التسامية وعشرين بل يعتمدون على القضية بحد ذاتها ربما يكون هناك لتركيا مبرر ومنطقة الاقتصادية اليونانية أكبر من التركيا وبالتالي لا يتعلق الأمر بهذا الشأن فقط ولكن الطريقة التي يتعاطى فيها أردوغان بالتهديد وإرسال السفن والتهديد بالحرب وطبول الحرب ضد اليونان هذا بالتأكيد ليس بالطريقة التي ترغبها أوروبا بل تفضل الحوار ومن وجهة النظر التركية هل ستقوم اليونان والاتحاد الأوروبي بمناقشة هذا الجزء من البحر إن لم نرفع أصواتنا والخوض بمثل هذه الأمور الجنونية كشن حرب على اليونان ربما هذا هو الأسلوب التركي وربما ستفضي الأمور إلى نتائج مغيرة كورت دوبوف الخبير في الشؤون الأوروبية من بريكسل شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا الليلة ليبيا جارتنا في البحر كتاب لرئيس أركان القوات البحرية التركية جهاد يايجي الذي يعد مهندس اتفاقية الحدود البحرية مع ليبيا يقول يايجي في كتابه إن الطريق إلى غاز المتوسط يبدأ من ليبيا التقرير الآتي يرصد مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع الطريق إلى غاز المتوسط يبدأ من ليبيا هذا ما كشفه كتاب نشره مهندس اتفاقية الحدود البحرية مع ليبيا رئيس أركان القوات البحرية التركية جهاد يايجي الذي نقل بعد التوقيع على الاتفاق إلى رئاسة هيئة أركان الجيش في كتابه ليبيا جارتنا في البحر قال الجنرال يايجي إن تحرك تركيا لتوقيع اتفاق مع ليبيا كان هدفه وقف مخططات تقاسم ثروات المتوسط بين اليونان وقبرص ومصر مشيرا إلى أنه نصح بالتعجيل بتوقيع الاتفاق مع ليبيا اتفاقنا مع ليبيا سيفسد السيناريو الذي وضعته اليونان وقبرص اليونانية لتقاسم منطقة شرق المتوسط وبينما كان الجيش الوطني الليبي يتحرك في نوفمبر الماضي نحو طرابلس ووسط تراجع للميليشيات المسلحة التي تدفع عن السراج تحرك أردوغان ليقايد طرابلس الدعم العسكري مقابل الإنضاء على الاتفاقية البحرية التي أعدت بسرعة ودعي السراج للتوقيع عليها في اسطنبول أردوغان اتجه لتحقيق أطماعه في غاز المتوسط إلى حكومة السراج الضعيفة ووقع معها مذكرة تفاهم شرعها البرلمان التركي ولم تعرض على البرلمان الليبي واتجه أردوغان لدعم حكومة السراج بالمرتزقة والخبراء والعسكريين والسلاح ليحقق أهدافه من خلالها وكذلك ليتحرك من منطلق الأمر الواقع خبراء في الطاقة قالوا أن تعطش تركيا للطاقة من أهم الأسباب التي تدفع بها إلى التدخل في ليبيا بحثا عن نصيب من ثروات شرق المتوسط الغازية المكتشفة حديثا خصوصا أنها تستورد نحو 99% من حاجاتها من الغاز و94% من حاجاتها من النفط بحسب ما فهم من الجنرال التركي مهندس الاتفاق البحري مع طرابلوس فإن تدخل أنقرة في ليبيا ورقة ضغط لإفساد مفاوضات توزيع ثروات المتوسط فهي تستهدف اليونان وقبرص ومصر أكثر منها دعما لحكومة الوفاق قالت الوكالة اليابانية للأنباء أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان سيصوت في الرابع عشر من سبتمبر لاختيار زعيم جديد خلفا لرئيس الوزراء شنزو أبي قال شنزو أبي أكثر رئيس وزراء بقاء في السلطة باليابان يوم الجمعة أنه سيستقيل بسبب تفاقم إصابته بالتهاب القولون التقرحي مماهدا الطريق أمام انتخابات لرئاسة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم معنا من الرياض دكتور محمد الكثيري المستشار الاقتصادي والإداري ومدير عام وزارة التجارة السعودية سابقا أهلا بكم معنا دكتور نريد أن نسألكم أكثر في الشق الاقتصادي من هذا الموضوع وإلى أي مدى باعتقادك يمكن أن يتغير مع التغيير السياسي شكل الاقتصاد في اليابان أم أن المعايير التي أرساها شنزو أبي تلك التي باتت تسمى بأبي نوميكس وليست فقط بالإيكوناميكس العامة يمكن أن ترسي دعائم الاستقرار لهذا الاقتصاد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أولا شكرا لكم على إهتاحة الفرصة أهلا وصهلا فيك شاهدين ومشاهدات طبعا ما في شك أنه شنزو أبي استمر في رياضة الوزراء لأكثر من حوالي ثمان سنوات وسبقتها طبعا فترة أولى في عام 2006 وهو من 2012 رجع للمرة الثانية طبعا بعدما كانت المرة الأولى بعد عانا من مرض ولم يكمل عاما واحدا ثم بعد ذلك رجع ولو ثمان سنوات تقريبا ما في شك أنه أرسى بعض الدعائم الاقتصادية مثل ما ذكرت موضوع الأبي نوميكس اللي هي الأسسة الاقتصادية الثلاثة اللي حاول أن يرسيها في اليابان وهي السياسة النقدية والسياسة المالية وموضوع الإصلاح الاقتصادي والهيكل وتسيع القطاع الخاص حاول أن يوجد سياسة مالية مرنة وطرح موضوع التيسير النقدي وخلافة ما في شك أنه هذه الأسس تأثر بها الحزب الحاكم وترسخت تقريبا في المجتمع الياباني الأكلة الإشكالية هنا ليست في استمرار هذه العناصر الثلاثة أو ما سميت الأسهم الثلاثة بناء على أحد المصطلحات اليابانية القضية أنه الآن العالم يمر بتغير اقتصادي تغير دولي لم تعد المبادئ الاقتصادية ومبادئ التجارة الدولية تثبت أو بالإمكان التنبؤ بما يحصل في الغد الآن الجميع ربما يطرح أسئلة أكثر ما يطرح أجوبة خلينا نستعرض بعض أهم ملامح هذه السياسات التي كان يلجأ إليها شينزو أبي ثم أعود إليك بالنقاش شكرا لوجودك معنا مرة جديدة أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا إذن أطول رؤساء وزراء اليابان حكما شينزو أبي أو أبي شينزو كما طلب من الإعلام تسميته بشكل أكثر دقة تماشيا مع التقاليد اليابانية على وشك أن يغادر الحكم لأسباب صحية أبي شينزو ليس في حالة صحية حرجة لكن تأثير الجائحة المدمر دفعه لإعادة التفكير كما قال فربما هناك من هو أنسب منه لأداء مهمته أبي شينزو اختير رئيسا لوزراء اليابان لفترة أولى بين 2006 و2007 ومن ثم عاد لرئاسة الحكومة منذ 2012 حتى الآن أتى بوعود اقتصادية كبيرة حقق الكثير لكن الكثير لم يحققه وها هو يغادر على وقع كارثة كورونا التي جعلت اليابان تتقلص اقتصاديا بأسرع وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية لكن أبي سيترك خلفه سياسة اقتصادية شهيرة كما اسميناها أبي نوميكس أو اقتصاديات أبي وإذا كان الأخير سيرحل فإن أبي نوميكس قد تكون باقية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا والصين ما هي أساسيات فلسفته؟ أولا الكثير من المال المتوفر للاقتراض كما تفضل ضيفنا الكريم قبل قليل وبأسعار فائدة منخفضة يعني إغراق السوق باليان الياباني ثانيا الكثير الكثير من الانفاق الحكومي ذلك التوجه توجه باستعداد توكيو لاستقبال الألعاب الأولمبية في 2020 طبعا الألعاب تأجلت وثالثا إنهاء البيروقراطية وتسهيل الأعمال لكن أبي يغادر مع استمرار أمراض قاتلة في اقتصاد اليابان ليس أقل ذلك أكبر دين عام في العالم وأعلى نسبة من المسنين فيه كذلك دكتور محمد مع السلبيات التي تحدثنا عنها هل يمكن أن نقول أن هذه السياسات الاقتصادية كانت ناجحة خاصة إذا ما عرفنا أنه صحيح حقق الكثير ولكن لم يحقق الكثير الآخر أيضا وها هو يترك الآن لخلفه الذي يقول أنه قد يؤدي بلاء أفضل منه هو طبعا هو فلسفة الحقيقة هو فلسفة اليابان تقريبا هي محاولة استمرار الانفاق الحكومي هما لا يلجأون في حالة الأزمات الاقتصادية هما في الغالب لا يلجأون لحالة الشحة وعدم الضخ في السوق أو عدم الانفاق الحكومي هم يرون أن تحريك الاقتصاد يتطلب أن يكون هناك انفاق حكوميا بحيث يتحرك الاقتصاد هذا اللي يرتب الدين هذا اللي يرتب الدين الكبير على البلد هذا اللي سبب بنسبة الدين الكبير قد يكون لكن ترى الدين بالمناسبة الدين ظاهرة عالمية الأسف الشهيد في الأولى الأخيرة الآن الديون في العالم تتجاوز 200 تريليون أمريكا لوحدها لديها أكثر من 20 تريليون ديون فالدين ظاهرة عالمية حينما نريد أن نشخص ظاهرة إذا كان أبي نعتبر أنه ظاهرة وأنه أطول رئيس وزراء اليابان فمن الصعوبة أن نقيم فترتها وتجربتها الاقتصادية والتجارية في معزل عن الحراك الدولي والظروف الدولية نعرف أنه من عام 2008 العالم يمر بأزمات اقتصادية الظروف الدولية تتغير أيضا فيه دول خرجت في السوق حينما نقيم فترة دولية لا نستطيع أن نقيم التجربة بمعزل عن ما يحيط بالعالم وبالتحديد بروز الجار الصيني طبعا الجار الصيني لا يوجد شك أن يؤثر على الاقتصاد الياباني من حيث المنافسة الشديدة في الحسابق قبل 20 أو 25 سنة كانت اليابان هي المسيطرة هذا بالنسبة إلى الإقليم وإلى الوضع العالمي ولكن بالنسبة إلى الوضع الداخلي هل سياسات الاقتصادية تتحمل مسؤولية التردي الأخير أو فقط الكوارث التي حلت بالعالم أجمع وأخرها كورونا طبعا كورونا هي حدث متأخر من الصعوبة وأضاف سوءا إلى سوء سابق إذا استطعنا أن نقول لكن لا أعتقد أن السياسات الداخلية بمعزل عن السياسات الخارجية أو الظروف الخارجية التي تمكن أحيانا تضعق سياسات معينة ولكن الظروف الخارجية تستطيع أن تضعط عليك ولا تحقق هذه النموة نعتقد أن سياسة الإنفاق التي تتبعها اليابان وقت الأزمة تعتقد أنها من وجهة نظري من السياسات الصحيحة التي تحرك الاقتصاد يعني من الخطأ من وجهة نظري أن يكون هناك شحن في الإنفاق الحكومي وشحن في بعض الأمور ومحركات الاقتصاد إذا كان هناك بعض الظروف الاقتصادية الصعبة لأن هذا يزيد الأمر سوءا بينما حينما يتبنى سياسة الإنفاق الحكومي والسياسة المالية المرنة ويشجع الاقتصاد يعني في بداية رياسة الوزراء في الفترة الأولى عام 2012 كان تقريبا الحكومة ضقت 10 تريليون ين للتحفيز يعني في عام 2012 10 تريليون ين للتحفيز فنعتقد أن تحفيز الاقتصاد في وقت الأزمات الاقتصادية قد يكون سياسة أفضل من التجاوب مع الظروف الاقتصادية السيئة ومحاولة تشدد في عملية الإنفاق في عملية الأمور هذه لأنه يتحرك الاقتصاد فنعتقد أنه بالعكس أنه سياسة ربما أثرت إيجابة في الوضع الياباني ولكن مثل ما أشرت أنه هي تأثرت الوضع العام الدولي والظروف المحيطة وبروز الصين لأنه مثل ما قلنا الدول تتنافس مع بعض والدول تتصارع مع بعض في النواحة الاقتصادية والسياسية والتجارية صحيح فبالتالي الظروف ربما وبروز الصين وليست الصين لوحدها المحيطة والأقليم التي تعيش في اليابان اليابان كانت منفردة في 20-30 سنة الماضية لم تعد هي المنفردة في المنطقة ولا هي المنفردة في العالم والعلى نرصد أكثر مدى نجاحات أبي نوميكس من عدمها وإذا بقيت أو لم تبقى مع رئيس الوزراء الجديد في اليابان شكرا جزيلا لك دكتور محمد الكثيري المستشار الاتصادي والإداري ومدير عام وزارة التجارة السعودية سابقا تحياتي إليك نتابع هذه الصور الآن التي تريدنا لمغادرة الرئيس مكرون مباشرة منزل الفنانة الكبيرة فيروز في الرابي إذن هو تحدث قليلا على ما يبدو مع الصحفيين والمتجمهرين حول المنزل قبل أن يغادر كان التقاها وطبعا كان منحها وسام جوقة الشرف الأعلى وفقا للأخبار التي وصلت وهو الوسام الأعلى في فرنسا كان التقاها إذن كرمز جامع في لبنان قبل أن يبدأ بلقاءاته مع السياسيين على وقع تسمية رئيس حكومة مكلف كان وصل قبل ساعة من الآن تقريبا واستمر اللقاء كل هذا الوقت بقون معكم لنتابع أيضا جو بايدن الرجل الذي ظنه كثيرون انتهى سياسيا يوم خرج أوباما من البيت الأبيض لم ينتهي هو يواجه بشراسة للوصول مجددا إلى البيت الأبيض رئيسا لكن هذا السباق يبدو ملطخا بالعنف أكثر من أي وقت مضى جو بايدن الرجل الذي ظنه كثيرون انتهى سياسيا يوم خرج باراك أوباما من البيت الأبيض لم ينتهي هو يواجه بشراسة للوصول إلى البيت الأبيض لكن هذا السباق يبدو ملطخا بالعنف أكثر من أي وقت مضى وهو يتهم ترامب بإثارة هذا العنف مع بايدن شريكة شريصة أيضا كما على هارس التي تنهل من أصولها الإفريقية والهندية لتقديم نفسها كممثلة لأمريكا المتعددة وليس لأمريكا البيضاء معا يخضان المعركة في وجه ترامب وفي وجه نائبه مايك بانس كذلك لكن الأبرز اليوم هو الاتهامات المتبادلة بين المعسكرين حول من يتحمل مسؤولية العنف الدائر في الولايات المتحدة حاليا العنف سيد الموقف هكذا يرى النواب الجمهوريون الاحتجاجات العنيفة ضد رئيس دونالد ترامب في عدة ولايات أمريكية تحمل بصمة الديمقراطيين كما يقولون وسواء كان تجمهرا لمسيرة انتخابية أو تظاهرات احتجاجية لسبب آخر يؤمن الجمهوريون بوجود تمويل لافتعال أعمال شغب النائب عن ولاية كلورادو كينباك دعا إلى تدخل وزارة العدل تحتاج وزارة العدل إلى فتح تحقيق لمعرفة من يمول أعمال الشغب العنيفة هذا باك أشار أيضا لحادثة الاعتداء على النائب الجمهوري بور راند وزوجته أثناء عودتهما من مؤتمر للحزب الجمهوري لقد تعرضت للتو لهجوم من قبل حجد غاضب من أكثر من مئة شخص على بعد مبنى واحد من البيت الأبيض شكرا لشرطة العاصمة لإنقاذ حياتنا حرفيا من حجد مجنون أما زوجة قول فقد أدلت بشهادتها حول واقعة الاعتداء موضحة أن الأمور كانت لتسوء لأولا تدخل الشرطة كنا محاصرين وغير قادرين على التحرك حتى كتابة هذه التغريدة وصلنا مع ضباط على دراجات ليشكل حاجزا متحركا يصلنا إلى منطقة آمنة ومع احتدام الصراع الانتخابي تزداد سفونة المواجهة بين مؤيدي كلا الطرفين اتهمات متبادلة بارتكاب تجاوزات وأعمال عنف ترصد هنا وهناك ثم يتوالى التكذيب أو التأكيد لكن هناك من يخشى بأن يبقى المشهد مشوبا بالعنف حتى إعلان الفائز برئاسة الولايات المتحدة أو ربما أكثر قبل الانتقال إلى الحوار نذكر بالرقم الكبير الذي وصلت إليه نسبة الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية ستة ملايين إصابة في أمريكا بكورونا وهذه ورقة مهمة جدا طبعا يعمل عليها إن كان ترمب من خلال دفاعه عن طريقة أدائه وعن سياساته في مواجهة هذه الجائحة أو الفريق الآخر المتمثل ببايدن ومن معه الحزب الديمقراطي عموما ضد ترمب في انتقاد سياساته وطريقة أدائه فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه الجائحة معنا من فلوريدا توم حرب رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسطي ومن آيوا النعمان أبو عيسى المرشح الديمقراطي السابق للكونغرس أهلا بكما وأبدأ معك أستاذ توم حرب من يتحمل مسؤولية العنف؟ الحزب الديمقراطي يتحمل مسؤولية العنف لأنه عمله مؤتمر منذ أسبوعين ولم يدينوا العنف على الإطلاق هذه أول نقطة ثاني نقطة حياة الشعب الأسود مهمة حياة الشعب الأسود مهمة هذه عبارة أما مشروع أنشئة بعهد الرئيس أوباما في 2014 فمن هذا المدخل بالذات لماذا هذه الزريعة يستعملها حزب الديمقراطي وبدأت في 2014 بعهد الرئيس أوباما الذي انتخب على دورتين من الشعب الأسود في الولايات المتحدة فعمليات العنف هي يستغلونها اليوم في هذه الحملة الانتخابية ولكن بدأت الأصوات تتراجع لدعم الحزب الديمقراطي فلذلك الأمر اليوم المرشح جو بايدن ذهب إلى بنسلفينيا ليلقي قلمته ما كانت قلمته؟ اتهامات ترامب اتهامات ترامب لم يكن شيئا عملي على الأرض وخاصة هو كان بسدة القيادة هو وباء وأوباما على فترة سمان سنوات فهذا الأمر يتحمله الحزب الديمقراطي بدون شك أستاذ نعمال أبو عيسى لماذا لم تدينوا العنف في مؤتمركم كما يسأل أستاذ توم حرب ولماذا استغلال البيئة الأم لأسباب انتخابية؟ العنف ليس مدام من الناحية الحزب الديمقراطي ونحن نشجع الاعتراض السلمي لحق كل الشعب الأمريكي له الحق الدستوري أن يعارض السياسات الأمريكية وهذا ما يفعله الشعب وبالأخص الشعب الأسود ومتعاطف مع الشعب الأسود لأن هناك اضطهاد للشعب الأسود وخاصة من قبل الشرطة وليس بواحد أو اثنين وإنما بعدة أشخاص يموتون ويطلق النار عليهم بدون أي سبب أن الحزب الديمقراطي يحافظ على حقوق هذه الفئات في التظاهر السلمي والدفاع عن حقوقها والضغط على الحكومة لتغيير السياسات في أمريكا التي هي سياسات شبه عن سوريا أستاذ توم أولا الشرطة تتعامل مع المجتمع الأمريكي بنسبة 50 مليون اتصال يتم سنويا 50 مليون ثاني شيء يقتل بين الشرطة والشعب حوالي ألف شخص سنويا من الألف شخص 250 شخص من اللاتين والأقليات أخرى 250 من الشعب الأسود و 500 من الشعب الأبيض فأين هي المعادلة هنا؟ ولكن هناك مجموعات الحزب الديمقراطي يستغل الشعب الأسود اليوم والأقليات على ملزاته ليستعملهم كقيود في حملات انتخابية هنا وهناك وهذه المشكلة الأساسية هم اليوم يطالبون بحل الشرطة هم اليوم يطالبون بخفض الأموال عن الشرطة فهذه مجزرة بحق الشعب الذي يمثله الشرطة ضرورية لحماية السلم الأهلي لأن هؤلاء إن كانوا يتظاهرون سلميا لا مشكلة وإنهم يأتون بالبلطجية من غير ولايات ويدفعون لهم لإقامة الشعب وحرق المنازل وحرق المؤسسات التجارية وهذا مرفوض في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم أستاذ نعمال كيف ترود؟ إن النائب الرئيس المرشح الديمقراطي وصرح بشكل واضح أنه هو مع البوليس ومع الشرطة وليس يحاول أن يقلل الدخل أو الفندين للشرطة لكن الحزب الجمهوري هو الذي يحاول أن يفرق بين المجتمع الأمريكي ويحاول أن يتدخل ويدخل الحالة المواصلة لمرحلة عالية من السخونة للحمدة الانتخابية الأمريكية والرئيس صرح بشكل خاص أنه سيأتي غدا إلى أوسكانسون وهي من أحد الولايات المؤرجحة للقيام بحملة انتخابية ولتجيع المتعاطفين معه وشكل عام الألبيض العنصريين للقيام بالمظاهرات ضد الذين يطالبون بحقوقهم سأعود إليكما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد بخصوص أعمال الشغب التي تتعرض لها مدينة بورتلاند واعتبر أن بورتلاند تعاني من الفوضى منذ مدة طويلة مشددا على أنه إذا لم يستطع عمدة بورتلاند الذي وصفه بالمهرج ضبط الوضع فسيقوم هو بذلك بدلا عنه بحسب قوله أستاذ تومحر دائما ما تحدثنا بهذا الموضوع بأن الرئيس ترامب يملك أو لا يملك الكثير من الصلاحيات عندما يتعلق الموضوع بمناطق معينة تتبع لولاياتها هذا الموضوع كيف سيكون أفق حله هل على غرار ما حصل سابقا مع مناطق أخرى يعني نحن عم نلاقي أنه معظم عمليات الشغب والإجرام عن يحصل بالولايات والمدن الذين يحكمونها الدموقراط وهناك المشكلة عند الجمهوريين إذا صار في عمليات شغب إذا الشرطة دائما بيدعوا الشرطة تتأخذ الإجراءات اللازمة ولم يحصل شغب وإذا حصل شغب والشرطة لم تستطيع القيام بواجبها يطلب من الجيش الوطني التدخل الجيش الفيدرالي الوطني بالتدخل وتهدأ الأمور ولكن في هذه المناطق بورتليند أما إلينويك شيكاغو أما نيويورك فهؤلاء محكمون يحكمون من كبل الديمقراطيين وهي يحاولون التنازل لهؤلاء المجموعات الذين قسم منهم تأسسة بعهد أوباما لأخذ زريعة بيدهم للانتخابات النيابية واستعمالها بفترة الانتخابات النيابية وهذا مرفوض وبدأت الأحصاءات ترد تأتي بشكل سلبي ضد المرشح بايدن فلذلك الأمر ذهب اليوم ليتكلم ضد العمل أستاذ نعمال أبو عيسى أليس هذا ما يحصل في ولايات يحكمها الديمقراطيون بينما لا يحصل في تلك التي يحكمها الجمهوريون كما يقول أستاذ توم يعني الولايات المتأرجحة هي الولايات التي يركز عليها الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لقد دعا الرئيس لاستخدام الجيش الأمريكي الوطني ضد الشعب الأمريكي وهذه السابقة لم تسبق في أمريكا الشرطة هي المسؤولة عن الأمن الداخلي وليس الجيش الجيش المسؤول هو عن حدود الخارجية وعن العدو الخارجي وليس العجنبية نعم ولكن لأول مرة الرئيس ترامب يحاول أن يستخدم الجيش في قمع الحركات الداخلية وكما قال زميلي أن 25% من المقتولين من الشرطة هم سود ولكن عدد سكان أمريكا السود هنا 13% أو نصف هذه النسبة وهذا دليل أن حقوقهم ليس محفوظة في هذا الوطن ويجب على أمريكا أن تغير بعض القوانين للحماية حقوق السود المتهضين في هذا المجتمع شكرا جزيلا لكم توم حرب رئيس تحالف الأمريكي شرق أوسطي من فلوريدا نعمان أبو عيسى المرأشح الديمقراطي سابق للكونغرس من آيوا شكرا جزيلا لكم تحيتي هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة بساعتها من العربية الليلة العربية دوتنات دائما للأخبار والملفات لمزيد منها وفيدباك العربية دوتنات لأرائكم أنا أعود وألقاكم في مجازن لأهم الأنباء على رأس الساعة أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا